الرئيس منذ ساعات أو منذ أيام كان بيتحدث بشكل واضح أنه كان عندي مشروعات طرق وكباري وأنفاء وقناة سويس وإسكان وخلافة وإحنا كنت هنا بنتشوف رئيسه المطارب يتكلم بيسأل المسؤول تخلص فقده دي يقولوله تخلص فيه ست شهور يقولهم لا أنا عايزة في ثلاث شهور يعودوا يبصوا لبعض المسؤولين يقولهم ثلاث شهور عايزين إيه؟ عايزين عندوك ثلاث شركات خلوهم ست شركات عايزين يقولوني أنت عايزين إيه؟ في كل القطاعات تعليم وصرحة وخلافة بنشوف هذا الكلام بنشوفه لم يجي الرئيس يقول فيه مؤتمر السمار في إفريقيا أن إحنا لو مشينا على التوقيتات الزمنية لو تحركت مصر والتزمت بالمحددات الزمنية في الدراسات لم نكن نحقق أكتر من 25% مما تحقق لو إحنا فعلا لو إحنا فعلا أنا بقول كلامه هو واضح لو كانت مصر الدولة مشت على الجدول الزمنية المخدمة من تبقى للدراسات الجدوى يعني دراسة الجدوى بتقول قناة السويس تخلص في ثلاث سنين دي الدراسة هنمشي على الدراسة؟ الرئيس قال لا عايزين نمشي ونخلص في سنة وتنفزت مشروع 8000 كيلو طرق يخلصوا في سنتين الرئيس قال لهم يخلصوا في ستة شهور خلصوا في ستة شهور يبقى ممشتش على الدراسات المقدمة مسبقا بتقول سنتين الرئيس قال لك المتين دول بيؤكد بشكل قاطع ان احنا انجزنا في وقت قياسي وده قلت قبل كده ان الالمان في زيارة رئيس الالمانيا كانوا بيشيدوا بالانجاز غير المسبوق في انتهاء من الاعمال الضخمة في وقت زمني لا يمكن حد يصدقه قوم الهاري بقى في الفيسبوك ودواسات توزل الاجتماعي يقولك اما هو الرئيس بيقولي احنا بشتغل من غير دراسات يا ايها الجهلاء يا ايها اقول ايه الحاقدين يا ايها المغيبين انا بقول تاني انه ما تحقق في مصر خلال الفترة الماضية والحالية من مشروعات تحققت في ربع المدة الزمنية اللي كانت موجودة في الدراسات المقدمة فاحنا كل شيء بيتم انجازه هناك محاولات حفيفة هناك خطة ممنهجة لمحاولة التشكيك واهلة التراب عليه احنا بس بنوضح لأهلنا في مصر انه فيه ناس لنا بالمرصاد في كل مشروع بيتم انجازه او انتاجه هناك محاولة للإلهاء نروح بعيد عن الانجاز والانتاج فكرة السجادة الحامرة